3-2-1 شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي اللي لها مجلس إدارة ولها لجنة فنية ومبابين شركة بريزنتيشن المديرة لقناة الأهلي خصوصا بعد ما حصلت على حقوق البث الحصرية لمباراة الأهلي لمدة أربع سنين اتفق إنه إحنا بنعمل تطوير جديد في الشكل وفي المضمون بعد تولي الأستاذ خالد توحيد مهمة رئيس القناة في الفترة المقبلة فاتفق على أن يوم 2-8 هيكون هناك يعني إعادة إطلاق إعادة إطلاق وليس إعادة تغيير لا هي إعادة إطلاق لقناة الأهلي بإضافات جديدة سواء من النحية التقنية إنه القناة إن شاء الله هتبقى Full HD وهيتغير البلاتو بتاعها مع ديكورات جديدة مع طبعا تغيير حيبقى على مراحل الكونتنت لمضمون القناة من خلال برامج جديدة وهكذا خصوصا أيضا إنه العقد مع شركة بريزنتيشن بعد حصولها على حقوق البس أعطى لي قناة الأهلي إنها يبقى عندها المتيريال بتاع كل القنوات بعد للعرض بعد 90 دقيقة من بداية المباراة يعني مجرد انتهاء المباراة هيبقى الأهلي عنده المتيريال الكامل نقطة تانية اللي كلمنا فيها طبعا إنه هناك حقوق أخرى لشركة بريزنتيشن هتسمح لها إنه يبقى عندها المزيد من المواد الحصرية من الأهلي زي كل المباراة بتاعت فرق الناشئين فرق الكبيرة كل المباراة الودية هتبقى إن شاء الله حصرية على شاشة قناة النادي الأهلي وإن شاء الله تكون دي مرحلة مبكرة لإطلاق قناة الأهلي بلس وان اللي هيبقى ممكن تبقى هي متخصصة شوية في البرامج عندما يكون الهوى هيبقى عندنا كتير إضافة طبعا لكل مباراة الأهلي في الألعاب الأخرى مباراة الصلاة باسكتبول والفوليبول والهندبول وما إلى ذلك وبإذن الله تبقى قناة الأهلي بعد الإطلاقها الجديد هي المصدر الأول لأي خبر يخص النادي الأهلي أمور النادي الأهلي منتظر الكثير أعضاء الجمعية العمامية منتظر الكثير تتفق مع يا حمد بالنهاردة بعد الاجتماع المسمر دا والاستراتيجية المميزة اللي هي تحطت قناة الأهلي ستضع نفسها فيه مجال تاني وجو تاني خير للفترة القادمة أنا باعتبر إن الفترة الماضية بالنسبة للقناة الأهلي كانت فترة استثنائية لكن إن شاء الله أول ما الأهلي تبقى في الفترة الطبيعية يعني العصر الطبيعي الهادئ لكل واحد عارف هو فيه وعايز إيه إن شاء الله الأهلي تبقى في المكانة التي تستحقها خصوصا إنه حتى في الفترات الاستثنائية فجمهور الأهلي يضع قناة الأهلي في المرتبة الأولى بالنسبة له طالما بالنسبة له يبقى بالنسبة للناس كلها الله يخليك الله يخليك كل شكر تدير طبعا لأستاذنا الكبير لأستاذ حامد عز الدين كلنا إن شاء الله ثقة في مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة زي ما بقول الاجتماع مثمر بين مجلس أمانية النادي الأهلي خاصة بشركة برزنتيشن سبورت وأيضا كمان أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إن شاء الله قناة النادي الأهلي زي ما اسمنا طبعا الأستاذ حامد عز الدين خلال الأيام القادمة تكون انطلاقة جيدة تكون أداء رائع منتظر جمهور النادي الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية